اشتركوا في القناة في هذه الحلقة الخاصة من رأي الغلابة نود أن نتحدث عن موضوع مهم جدا عن تلك الرسائل التخزيلية والتدليسية التي يقوم بإرسالها نفر مختار اختيار معين ومرتب ومقدر وبقصد ومعنى إلى المجتمع الدولي وإلى الساسة في المجتمع السوداني ودي مسألة مهمة جدا الخمسة الذين طرون صورتهم معلقة في هذا الجانب نرجو الاعتبار لهم لكن بداية نترحم على شهدائنا الذين سقطوا وأهدونا دماءهم نسأل الله أن نحتسبهم عند الله شهداء ونسأله لهم الرحمة والغفران أن يكونوا مع النبيين والصدقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا ونسأل الله أيضا العافية والشفاء للجرحة وعودة المفقودين ونسأله أيضا أن يربط على قلوب أسر الشهداء بحبل الصبر إن شاء الله الحقيقة الأربعة أو الخمسة الموجودين في هذه الصورة لديهم ترتيبات معينة نمر واحد كلهم الخمسة هم من الجيش أو من الأمن بتاع الإنقاذ إما الجيش أو الأمن كلهم إسلاميين الخمسة الموجودين ديل كلهم إسلاميين وعملوا في وظائف حساسة أثناء أبان فترة العهد الماضي لذلك الإختيار بتاع إنهم يظهروا ثم يحجوا إلى جميع القنوات الفضائية ليطرحوا وجهة نظر تبدو إلى الآخرين بأنها وجهة نظر محايدة المسألة دي تم ترتيبها قصدا ومعنى حتى يتم إرسال رسائل معينة بغرض معين أهمه تزيين الواجهة أو شكل الإنقلاب أهمها إنه يضفوا إلى الناس مفهوم معين إنه هناك من هو من يقف وراء هذا الإنقلاب وإنه تسمية الإنقلاب تسمية غير صحيحة يجب مراجعة الخمسة هم الفريق بحري دكتور فتح الرحمن محي الدين صالح وده كان رئيس للقوات البحرية حتى سبع وعشرين اتنين الفين وطمنتاشر هذا الرجل تم أو هذا الضابط تم الإقالته بواسطة عمر البشير إنه لم يكن في الأيام الأخيرة يثق في قيادات الجيش فتم طرده من الخدمة وإقالته وتم تعيين في ذلك الوقت ما يعرف لدينا الآن باللجنة الأمنية اللي كان فيها الفريق أول كمان معروف رئيسا للأركان وجابوا فيها عبدالوهاب البرهان ده نفسه رئيسا للقوات البرية فده واحد من الناس الخطرين جدا واللي تم تدريب إسلاميا ثم تم تدريب عسكريا لإرسال هذا النوع من الرسائل التاني هو الفريق أمن حنفي عبدالله والفريق أمن حرف عبدالله كان مديرا لهيئة المخابرات العامة بجهاز الأمن والمخابرات السوداني منذ 2011 من الأساس هو كادر إسلامي تم الزج به في أتون أمن الإسلاميين الأمن والمخابرات ووصل حتى وصل رئيس للأمن والمخابرات في فترة من الفترات وكان له رأي سالب جدا في قضية الناشطة صفية إسحاق اللي اتهمت مجموعة من العناصر في جهاز الأمن والمخابرات باقتصابة وتم محاولة لم هذه المسألة ورأيه تم تهريبه وإن كان هو ما ذكره هو أنه هناك من اختطفها وحرب إلى خارج السودان حتى لا يطالها الأمن هذا حديثه هو أيضا كان لديه حديث سالب جدا في قضية الأستاذة لبنى أحمد حسن وقضية البنطال الشهيرة اللي حدثت وكان بيرى أو حاول أن يبث إلى الناس أن الغرض من هذه العملية كلها وتعظيم قضية لبنى هو تشويه صورة الحكم في السودان فكان مدافع منذ زمن بعيد جدا جدا عن الحكم لأنه مصالحه الإسلامية ومصالحه الشخصية تعتمد على ذلك وبرضو أيضا كان عنيفا ضد المعارضين والعنف الذي أقصده أنه كان دائما يرى أنه هي المعارضة غير قادرة على الفعل أساسا ومخير قادرة على تغيير النظام وأن ما تم في الربيع العربي في ذلك الوقت ثورات الربيع العربي غير موجود لا يمكن أن يتم في السودان أصلا لأنه الظروف لا ليست هي ذات الظروف أيضا في اللواء أمن عبدالهادي عبدالباصط عفوا وده تم يعفاؤه من وظيفته بواسطة لجنة التمكين وكان هو مدير إدارة الجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي فشاله من القصة دي والتالي هو عنده وجد خاص مع لجنة التمكين ويرى أن هذه اللجنة قصدته بشكل خاص وهذه اللجنة بتعمل على كيف بتشيل بمزاجها بالعكس مشى أكثر من ذلك قال أنه هذه اللجنة حاولت اغتيال شخصيته عبر أنه باتهامه أو إشاعة أنه يتلاعب في الدقيق باعتبار أنه عنده مخبزين ورثم من والده فالمسائل موجودة هو طبعا إسلامي عنيف جدا ومعروف وقادر إسلامي وواضح جدا ودهه الأمن الأخير هو اللواء محمد عجيب محمد وداء عمل كثيرا جدا في الإعلام العسكري وكان وصل حتى رئيس تحرير لصحيفة القوات المسلحة كان لديه دائما مقال في الصفحة الأخيرة هذا المقال يعاد نشره في المنصات الإسلامية كلها ثم يعاد نشره أيضا في صحيفة الانتباهة اللواء محمد عجيب يعني أسلوب لا بأس به وإن كان يعني هو أسلوب يعتمد أساسا على السخرية وأسلوب يعتمد على اقتباس الكثير من الكوتس أو الأحاديث مثلا النبوية أو بعض آية القرآن أيضا بعض القاويل أو الأمثال الشهيرة بعض ما جاء أو ما قالته العرب من شعره كذا ويحاول أن يطفي نوعا من أنواع موسيقى السجع والبديع في كتاباته وذا بيضعف الكتابة هو لا يحسنه يمكن للقارئ العادي أن يرى في السجع في هذا النوع من أنواع السجع نوع من الإبداع يعني لكن الذين يدركون العمل الصحفي ويدركون العمل الأدبي بشكل عام أي أن كان نوعه يدرك أن التعامل مع البديع ومحسنات اللفظ وكذا والاقتباس الذي يكون أكثر من الموضوع نفسه هو إضعاف أساسا للمسألة هذا الرجل أيضا يميل إلى السخرية من النظير بتاعه يعني إذا وجد في حلقة من الحلقات بتاعة اللي هو يصحر فيها الأيام دي ووجد نظير له في الناحية الأخرى يتعمد السخرية منه وفي آخر مرة قال عن الخطوات التي قام بها الإنقلاب عبدالوهاب البرهان بأنه غسل الوسيغة الدستورية سبع مرات من بينها واحدة آخرها أو سابعتها بالطرابة أو شيء من هذا القبيل فهذه هي طريقته في التعامل مع نظيره فيما يقابله وهو دائما يحاول أن يضغط عليه نفسيا طيب ما نريد أن نقول إن هذه المجموعة بكبر سنها الذين جميعهم يتجاوز الستين سنة على أقل تقدير وبالتالي فالرسائل التي يرسلونها يرسلونها إلى المجتمع الدولي وإلى مجتمع الساسة نظرائهم من الساسة اللي في نفس عمرهم نعنهم لا يرسلوا رسالة للشباب وإنما يحاولوا أن يضعفوا من قوة الشباب عبر إرسال رسائل بمعنى أنهم مخدوعون أنهم من هذا القبيل وهم الذين أرسوا بعض العبارات بتاعت سرقة السورة ومجموعة الأربعة أو عصابة الأربعة أو كل هذه العبارات التي تم اختيارها بعناية ثم بسها وتكرارها حتى تتردد وتصبح جزءا من أدبيات الذين يتعاملون معهم ومع المجموعات وهم الذين قاموا بالتعامل مع محاولة عزل هؤلاء الأربعة أو الأحزاب الأربعة التي تسيطر على حسب رأيهم التي تسيطر على الحرية والتغيير المركزي هذا النوع من الرسائل يجب التعامل معه بحسم شديد جدا ويجب على النظر أو الذين يناظرون هؤلاء أو يظهروا معهم يجب عليهم أن يحاولوا صيدة كل هذه المعلومات الخاطئة التي يحاولون بثها ثم الرد عليها بأقوى ما عليه ما في ذلك وإيجاد الإثبات لذلك هذه المسألة مهمة جدا حتى تكشف هذه العملية التي تقام ويتم إرسالها بشكل متواتر للخارج خاصة الخارج العربي والخارج العربي الذي يعتمد على كبار الصين يعني أنت لو تلاحظ أنه هؤلاء أصلا الجماعة ذي الكلهم مرتبطين بثلاث أشياء أساسية جميعهم عسكريون جميعهم إسلاميون جميعهم تجاوز الستين من العمر وبالتالي التعامل معهم عربيا بيبقى ساهل جدا وبيبقى كلام واضح خاصة الناس اللي بتتعامل مع الجيش بتعرف الناس المخابرات القاعدة تتعامل بتلتقط هذه الرسائل وتعرف كيف يمكن أن تتعامل معها وكيف يمكن أن تفسر وتعرف إلى أين هي ستسهب لذلك نعمل من الذين يناظرون هؤلاء أن يكونوا حريصين جدا جدا وأن يكشفوا كل تدليس يحصل في وقته وكل تدليل يحصل في وقته وعدم السماع لهم بتزيين الموقف الإنقلابي أو تزيين هذا الإنقلاب بأي شكل من الأشكال أو إيجاد مسببات له أو محاولة تزيين هذه الصورة أو محاولة الزج بمعلومات كبيرة جدا وخطيرة زي الإنكار مثلا بتاعينه والله ما فيه ولا واحد ميت ونحن المشارح بتاعتنا ما فيها وكل الناس الدفنون ديل ما تسايع يعني في النهاية هناك مجموعة فضائية جات من من المريخ أو زحل أو whatever من أي جالكس تانية جات عشان تكتل الناس ديل والحكاية دي من ألفين الناس ديل يستمروا هذا الحديث من ألفين وطلتاشر حينما كانت أبة سبتمبر والتي مات فيها صلاح صنهوري وأخوانه استشهد فيها هؤلاء الناس هو وأخوانه بيتعاملوا مع نفسه والآن يضيفوا شرعية للقتل ده بتاع إنه قتل جاي من مكان آخر هؤلاء هم البعثيين بتاع الحنين هؤلاء هم الشيوعين الذين قتلوا هؤلاء هم مندسين دقلوا داخل هذه المسائل يجب أن تنتهي ويجب أن يعي الذين يناظرون هؤلاء إنه هذه المسألة مقصودة لذاتها ومقصودة لتحسين صورة الإنقلاب أنا لا أريد أن أطيل لأنه ما عايز هذه الحلقة تأخذ وقت طويل جدا كما اعتدنا حرية سلام وعدالة ثورة خيار الشعب يجب أن نكون واعين جدا أن الردة مستحيلة يجب أن لا نترك مجال لهؤلاء اللي يستفردوا به العامة الفضائيات تدّي اعتبار لسنهم إضافة كلمة خبير استراتيج جديد تدّي ضخامة لكن من المهم أن تعلم أن هؤلاء مدربين لأن يقولوا مثل هذا الأمر الردة مستحيلة تحياتي وإلى لقاء قريب ترجمة نانسي قنقر